طيب تعالوا نخص على ملف اخر وكان يزغل بال كل جماهير النادي الاهلي بالوسط الرياضي بالكامل خلال الفترة اللي فاتت والشهور كلها اللي فاتت هو ملف كهربا وبشكل اخير واكيد ومؤكد كهربا يحق للمشاركة مع النادي الاهلي بداية من مباراة الغد على حسب الرؤية الفنية لميستر كولر المدير الفني للفريق اتحاد الكرة اكد النهاردة للنادي الاهلي في خطاب رسمي وحقرى لحضراتكم الخطاب بتماع شديد بتماع شديد زي ما حضراتكم شايفين كده اكدوا لنادي الاهلي حقيت مشاركة كربا في المباراة بداية من مباراة او من لقاء سموحة غادر قالك ايه بقى السيدة الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي ده الخطاب اللي من الاتحاد الكورة للنادي خطاب وصل من الاتحاد الكورة للنادي النهاردة تمام تحية طيبة وبعد يسعدني ان اهدي سياداتكم اطيب تمنياتي لسياداتكم دوام النجاح والتوفيق اماء للخطاب الوارد الينا من ناديكم الموقر بتاريخ 15 واحد لان الاهلي هنا يا جماعة بيعمل ايه الاهلي بيأمن موقف لعبيه خلي بالك الاهلي مش طرف في الازمة الاهلي بيساند طبعا اللعب بتاعه وقف في ظهره وكل حاجة بس في حدود معينة فالاهلي بيدعم اللعب وبيأمنه فعشان كده الاهلي رح بعت خطاب لاتحاد الكورة يا جماعة بعد اذنكم ابعتولي خطاب بان كهربا يحق لي المشاركة فهو ده الخطاب اللي وصل لاتحاد الكورة فبيقوله يا جماعة بعد ما انتوا بعتولنا خطاب يوم 15 واحد عشر تياتة وعشر بشأن الاستفسار عنه شاركة اللاعب محمود عبد المنم قرارب في المباراة بداية من المباراة سموحة المحدد لها 17 واحد عشر تياتة وعشر نودى ان نحيط سيادتكم علما ان الايقاف الموقع على اللاعب بدءا من 11 سبع عشر اتنين وعشر لمدة ستة اشهر كحدة اقصى بناء على الخطاب الوارد اليكم واختارنا به وكذلك الخطاب الوارد من الفيفا في تاريخ ستة عشر اتناشر عشر اتنين وعشر بشأن هذا الموضوع بانتهاء بانتهاء مدة الايقاف وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الملف الى لجنة الاندباط بناء على طلب المدعي في المواعيد المحدد وبناء على ما وصلنا من الفيفا وبعد تقديم المدعي طلبا للجنة الاندباط بالفيفا في اتناشر واحد عشرين ثلاثة وعشرين فان اللاعب من حقه المشاركة فان اللاعب من حقه المشاركة في المواعيات لحين صدور قرار اخر من لجنة الاندباط من لجنة الاندباط والمحدد لها جلسة اتنين اتنين عشرين ثلاثة وعشرين للنظر فيها وعلى النادي مراعاة تنفيذ لوائح وقرارات اتحاد الدولي لكرة القدم وتفضل بكبول فائق الاحترام والتقدير من ده اللي باعت الاستاذ وليد عطار المدير التنفيذي اتحاد المصر لكرة القدم وحاطت امدته وحاطت امدته فكده ايه كده ايه كده ايه خلاص كهربا يحق لي المشاركة يحق لي المشاركة بناء على الخطاب اللي حركة مش بسوط الوقتي اللي وصل للنادي الاهلي النهاردة من المدير التنفيذي اتحاد المصر لكرة القدم او الانتحاد يعني بشكل عام بتوقيع المدير التنفيذي بخصوص مشاركة كهرباء بشكل طبيعي نتمنى له يا رب بكل التوفيق وكهرباء بإذن الله يكون إضافة للفرق خلال المرحلة المقبلة بغض النظر احنا هنا يا جماعيش نتكلم على الأطراف في القضية ولا أي حاجة خالص احنا اللي خصنا اللعب فبالتالي اللعب احنا ممسوطين بعودته للمشاركة مع النادي الأهلي في مختلف المباريات بمختلف البطولات ومشاركته دي مطروكة وطبعا لي الجاز الفني بقيادة كولر نتمنى له كل التوفيق